سائلة تسأل وتقول بنتي في سنوية عامة وحالها مش عاجبني لأن يعني واحدة حسدتها ينفع روح بيها لحد يعالج بالقرآن أقول بله التوفيق الأصل لو كان الإنسان محسود أو الإبن محسود أو البنت محسودة إن احنا نرقيهم وهو الإنسان يرقي نفسه الأصل الإنسان يرقي نفسه بالمحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم في مواعيدها في مواعيدها فهذا هو الأصل محافظة على هذه الأذكار في مواعيدها طيب مواعيدها يعني إيه؟ يعني أذكار النوم أذكار النوم بتنتهي عند الفجر فتستيقظ الفجر وتصلي الفجر وتقول أذكار الصباح بفضل الله عز وجل تنتفع بذلك وتقال الأذكار بتؤدى وتمأنينة وخشور وإقبال على الله مع فعل مقتضاها بإذن الله يسر الأمر لو إحنا عارفين اللي حسدها لو إدرنا نخليها تتوضى في إناء ونأخذ هذا الماء ونجعلها تختسل به فهذا علاج قاطع للحسد بفضل الله سبحانه وتعالى لو إحنا مش قادرين بنحافظ على الأذكار وما فيش مانع أيضا من رقية من أننا تقرأ بعض آيات الرقية على زيد زيتون مما ثبت النفع به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرقى من استطاع أن ينفع أخا فليفعل فما ثبت نفعه وليس فيه شرك ولا معصية يجد استخدامه طالما ليس فيه بدعة ولا شرك ولا تحديد الأعداد أو ما شابه ومما ثبت النفع به قراءة آيات القرآن على زيد زيتون أو على ماء والاغتسال به أو شربه وكذلك قراءة آيات الرقية أو الاستماع إليها مما ثبت النفع بها ومنها أول خمس آيات من سورة سورة الفتاحة طبعا أول خمس آيات من سورة البقرة آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة آخر ثلاث آيات من سورة المؤمنون أوائل الصفات والمعوذات فتقرأ ذلك وإن شاء الله تنتفع بمثل ذلك إن نفع هذا فلا تحتاج إذا ما كانتش أي أخت صالحة ترقيها أي أخت صالحة ترقيها بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر